بسم الله الرحمن الرحيم مخلوقنا رحيكون اليوم قوة السيلدفجن part 1 انترفيس ميتوسيز سايتو كينسيز آهان و سهلا بكم بتاعثا لدينا بعض التعاريخ المهمة سوماتيك سيل الخليج جسمانية عبادي سيل سيل whose genes will not be passed on to future generations إذن هي الخليج التي لا تسهم به أعداد أجيال مستقبلية وجيناتها لا تسهم في هذه في أعداد هذه الأجيال الجرم سيل الخلائج جرثومية سيل that's destined to become a genit مقارن لها تكون مشجا أو مشيجا اللي مثالها هي الأيغ أو السبام السيل whose genes can be passed on to future generations إذن هي الخلايا التي من المقرر أن تكون أو تنقل الصفات البراطية إلى الأجيال المستقبلية دايفلويد الخلية التي تتكون من كوموسومات اثنان في كل خلية كل خلايا الجسمانية السوماتيك سيل هي عبارة عن دايفلويد دايفلويد هذا يعني أننا تحتوي على 46 كوموسومات إذن تحتوي على 46 كوموسوم الخلية التي تحتوي على كوموسوم واحد في كل خلية وفي جسم الإنسان تتكون من 23 كوموسومات كنا مضينا أمثلة على الخلية الجسمانية بأسوأ كما تشاهدون الهومان إكس سيل والسبرم سيل اللي هي عبارة عن جرم سيل والإنتستانيال سيل اللي هي القت سيل عبارة عن سوماتي سيل كوموسوم ستركشل تركيب الكوموسوم أولا نجول النوبير ديفيجن خلال انقسام النووي بديني أزيكروماتين أنا يوكرياتيب سيل نوكليل ستركيب إلى تركيب الكوموسوم الدينا يرتوي إلى تركيب مطبقة شديدة تسمى الكوموسوم هذه هم روض شايفت شكلها على شكل عصيات مصنوع من البروتيين والدينا which are visible والتي هي مرئية وانستاني عندما تصبح الانقسام النووي إذن تكون مرئية لدينا خلال نقسام النووي ثانيا the DNA in your karyotic cell is coiled tightly around proteins called histones البروتيين الذي ينطوي على الدينا يسمى بالهستون أو الهستونات which help in the tight packing of DNA التي تساعد من الاطباق القوي على الدينا during interface خلال الطورة البداية the DNA is not tightly coiled into kromosomes but exist as chromatin إذن في الطورة الأول الدينا لا يكون بصورة طوية ملتفة حول الكوموسومات ولكن على شكل chromatin ثالثا when preparing for nuclear division during the S phase or interface the chromosomes copy themselves i.e DNA replication occurs each half of the chromosome is now called a chromatin إذن في هذا الطور في التحضير لطور الانقسام النموي خلال S-phase or interface الكوموسومات تستنسخ أنفسها والتي يعني بهذا أنه ال-DNA replication occurs يعني يحدث تضاعف ال-DNA each half of the chromosome كل نصف من chromosome is now called chromatin مثل ما نعرف الحن chromosome each chromosome composed of two chromatin know that there is still only one chromosome الحد لا نسمي chromosome it consists of two chromatids but has only one centromere يحتوي على مركز واحد المسمى centromere كما عرفنا بتركيب الخromosome the function of this is to hold the two chromatids together until they separate during anaphase إذن وظيفة central ما هو يمسك الكروماتيدات ثنيا يكون الكروموسوم سوية لحد ما ينفصل في طور الانaphase رابعا كروموسوم are simpler in prokaryotes التعرفون لكروموسوم يكون الكروموسومات بصورة أبسط their DNA as a single chromosome and exists as a loop يكون على شكل خائط رفيع وبسيط في ال prokaryotes cell division انقسام الخلية all living cells come from other living cells كما درسنا في مختبر الخلية الثاني عرفنا انه جميع الخلايا تتأتى من خلايا حية حسب نظرية الخلية during mitosis the nucleus of the cell divides خلال طور الميتوس النمات تنشطر لكل خلية مكونة نوعتين متشابهتين بالمعلومات الوراثية forming two nuclei with identical genetic information some cells divide constantly قسم من الخلايا تنقسم بصورة صحيحة cell in the embryo skin cells gut lining cells يعني الخلايا الجليد خلايا الجنين خلايا لمعاء الى اخره other cells divide rarely or never قسم من الخلايا لا تنقسم او ربما تنقسم بصور نادرة مثال خلايا دماغ وخلايا الحب الشوكي كلاهم هما nerve cells وكذلك cardiac cell اللي هي تنقسم rarely وهي heart muscle خلية او اضلة القلب لدينا نوعية من الانقسام اللي هو الميتوسيز division of somatic cell خلايا الجسمانية والميوسيز creation of new sex cells اذن اليوم راح نطبق للميتوسيز في هذا المختبر وهو انقسام خلايا الجسمانية لا تلاحظوا في هذا المخطط راح تشوفون انه الميتوسيز راح نبدي ب diploid 46 كوموسوم ونحصل على two cells containing 46 كوموسوم لكل خلية ونحصل في كل خلية راح تشوفون انه 23 حفلويد يعني معناها انه بالنهاية راح نحصل على 23 كوموسوم في كل خلية ونحصل على أربع خلايا لكل انقسام ميوسيز لو تلاحظوا في البروكاريوطيك سيل سيل typically goes through three phases during this slide beginning with growth before it can divide إذن الخلية تمر ب ثلاث أطوار وتسمع بالسيل cycle هذه الأطوار هي الانترافز والميتوس اللي شمعنا على نوكير division producing two identical نوكلي نحصل بي على نويتين ونواتين وتماثلتين و finally we have سيط كنس اللي هو السيل division producing two roughly equal cells إذن عدنا نحن ثلاثة أطوار interface mitosis و cytokinesis أول طور عدنا الانترافز this is the longest phase of the cell cycle and can last from a few hours to many years هذا هو أطوال طور بدورة الخلية وممكن أن يمتد من ساعات فصيرة إلى سنوات it used to be none as the resting phase معروف هو بدور الراحة which is completely misleading وهذا الشيء غر يعني عبارة عن خدعة as it is during this time of normal activity that the cell performs all its normal functions لأنه خلال هذا الطور الخلية توادي كل وظائف الحيوية beginning with growth and development بداية النمو والتطور الانترفيس can be divided into three stages إذن الانترفيس يجي الأول طور يضمن ثلث stages كالمرحل أولا انجاب one phase اللي هو a creator of normal metabolic activity هو طور لفعاليات الأيضية الطبيعية the number of cell organelles increase to normal levels and the volume of septoplasm infuses to eventually reaching to mature size إذن هذا الطور هو طور الأور قضيات الخلوية تزداد إلى لبرات أو مستويات طبيعية وحجم septoplasm يزداد أيضا و eventually reaching mature size إلى الطور أو الحجم الناضج a cell can remain in this phase indefinitely ممكن أن تبقى بصورة غير وانتحية في هذا الطور ثانيا ال S phase اللي هو a synthesis phase the DNA and chromosome replicates الDNA والكوموسومات تتضاعف the cell is now committed to division مستعد للإنسام وطور الثالث يسمو الغاب two phase structures directly involved with mitosis are formed إذن هي التراكيب مباشرة تتحول إلى طور أو متحية لطور الميتosis ميتosis the DNA is changed for years إذن الDNA يشيك أو يفتش للأخطاء and the substances that will be needed during mitosis are synthesized وكل المواد المحتاجية الطور الميتosis راح تصنع في هذا الطور ميتosis ميتosis is only the division of the nucleus into two identical nuclei إذن هو انشطار النواد إلى نواد ين it is continuous process وعملية مستمرة but has artificially divided into four steps ولكنه يقسم صناعيا إلى أربع خطوات اللي هي liprophase metaphase anaphase and telophase أولا the chromatin condenses into chromosomes by dehydrating and coiling إذن المتح يتكثب إلى كرمصومات بواصلة بقدار الماء والالتفاب the chromosome consists of two identical sisters كرمحيد أذن كرمصومات التي تحتوي على كرمحيدات أثنان joined together by a central mayor for the first time they can be seen with a light microscope ممكن أن الراحة بواصلة المجهر اللبوئي the nuclear envelope disappear النواد نيكليولوس والغلاف النووي راح يختفي the centrioles animal cells only نحن راح نشوف يلتسم into two central zones which move apart creating the spindle إذن هن راح تكون عدد المغزل في هذا الطور لبو البروفيس و راح تختفي عدد النيكليولوس و النيكلي envelope ثانيا المتافيس the كوموسوم are moved to the equator of the sail إذن راح تذهب الكوموسومات إلى أقطاب الخلية the central mares are attached with spindle fibers و central mares راح تتصل ب spindles بالمغازل so that the sister chromaties line up in the center of the sail إذن راح تصطف ب مركز الخلية كل كوموسومات المتآخية لأن I faced the central mares of each chromosome divide and pulled apart by the contraction of the spindle fibers لكل كوموسومات راح تضاعف وتنسح و أصبت ال لليات المغزلية ولهذا راح تسحب ال كوموسومات لكل قطب من أقطاب الخلية to opposite poles of the cell الغور أضابع هو ال kilopase after the كوموسوم reads the poles أن ما تصل الكوموسومات لل أقطاب الخلوية the spindle disappears المغازل راح تختفي and the كوموسوم return to their functional chromatine states by rehydrating and uncoiling إذا راح يكون هنا عادة تروية يعني راح يكون هنا عندنا الحصول على كمية من الووتر وال uncoiling عدم الالتفاف غلاف نووية نووية جديد يبدأ بتشكل around the chromosome on each end of the sail بكل نهاية خلوية each within with its own nucleolus مع النووية الجديدة with mitosis down over عندما تنتهي حاليا الميتوس راح نذهب الكماتين راح تكثف and become sister chromatins which are visible under light microscope المرئي الميكول الاستيين the centrum move to opposite poles of the sail and spindle fiber begin to form between them اذا راح تكون عندنا المغازل then nuclear membrane is broken down and disappear و تغلق النووية راح يتكسر و يختفي المتافي spindle fibers from each of the two centrums attached to the central mare of each pair of sister chromatins احنان راح تشكل المغازل contraction of the microtubule spindle fibers towards sister chromatins to line up along the center of the cell اذا احنان راح تكون contraction للمغازل لعاف المغزلية تؤدي الى استفاف الكromatins خلال مركز القلية بالان فايس راح سور continued contraction of the microtubule spindle fibers اذا راح تسمى لعاف المغزلية يؤدي الى separation of sister chromatins يؤدي الى اتصل الكromatins المتا المتاقية the chromatins are now referred to as a chromosome الان كل chromatins يحوى الى chromosome بعد ما ينفصل the chromosome move to the opposite pole ويتحرك الى الجزء الاخر من الخلية بطور telophase the chromosome uncoiled decondensed the chromatin and are no longer visible under a light microscope اذا هذا الطور ممكن ان نرى هذا الطور لانه decondensed التكاثف يزال ويصير uncoiling ثاني الكموسوم arrive to the poles يعني راح تصل الكموسومات الى الاخرار من الخلية الجديدة microtubals from the fibers disappear اهن انا ادى راح تكون كل اتفاق الى الى المغزرية رابعة عن new nuclear membranes reform around each set of the chromosome راح تكون عندنا الغشاء النووي الجديد لكل chromosome و احنا يحدث عندنا cytokinesis واللي راح نشرح ها الان cytokinesis يبدأ the two cells formed are roughly equal in size الان خليتين راح يكون متساويتين بالحجم لاحظ الميتosis is the division of nucleus whereas cytokinesis is the division of the cytokinesis and the cell اذن عندنا الميتosis هو انقسام النواد ولكن cytokinesis هو انقسام cytokinesis ولهذا هو يسمى بانقسام الخلية انقسام 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 نوش الانقسام ميتوس نحتاج الاغراض معينة اولا نحتاج بالكروث multicellular organisms increase their size by increasing their number of cells through mitosis asexual reproduction تكاثر lagencies which may reproduce asexually by mitosis مثالها الوجهة التكاثر التكاثر القضيري tissue repair و repairing the tissue يعني اصلاح الانسجة الانسجة المتضررة damaged tissue كان نتظر by replacing dead or damaged cells الخلايا الميت هذا نحتاج انقسام ونحتاج cell division وبالامبريونic development لتطور الجنين a fertilized egg الذي هي الزيغوت البيضة المخصبة واندر mycoses and depreciation كما يوز in order to develop into an embryo لكي يتطور الى جنين في هذا السلايد ممكن ان نجمل الاطوار القسام الخلوي الى هذه المقولة اللظيفة ليدكون important people must analyze tasks correctly important people الناس المهمين يجب ان يحللوا مهامهم بصورة صحيحة فكرة مهمة essential idea سيلة درجان is essential but must be controlled طبعا القسام الخلائي هو مهم ولكن يجب ان يكون تحت السيطرة مثال الكومار are caused by uncontrolled سيلة درجان اذن الأورام كفاكم الله شرح هي عبارة عن uncontrolled سيل ديفيجن هي عبارة عن انقسامات غير مسيدار عليها شكرا للإصغاء وان شاء الله نلتقي في مهتبر آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة